كثفت لجنة متابعة الاشتراطات الصحية وجولاتها في مختلف فنادق الكويت للتأكد من أغلاقها الصالونات النسائية والرجالية والنوادي الرياضية تحركات واسعة النطاق على مختلف مناطق البلاد للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية وخاص الفنادق والمنتجعات على مختلف الأنشطة من قبل لجنة متابعة الاشتراطات الصحية جولة تفقدية بالفندق الاشتراطات الصحية نرى التباعد والأمور كلها يعني معاقمات أجاز حرارة يكون الفندق يعني شراط صحية ونعطيهم طبعا نحن نكون الأفضل نعطيهم التنبيه أنذار يعني مو مصالبة مخالفة ولا شيء فننبه العالم للتوعية الآن ندخل في مرحلة جديدة من انتشار الفيروس مع الحاملة الوطنية للتطعيم وهذا يعني يطلب منه أن نحافظ على المستوى اللي كنا بدين فيه في عملية المحافظة على الاشتراطات الصحية وزيادتها حتى نعدي المرحلة هذه بأسرع وقت ممكن والحمد لله في ناس كثيرة متعاونة في هذا المجال وهذا من الأشياء اللي سهلت عملنا وكذلك عندنا فرق جاهزة لأي أخبار عن عملية تجاوز لها أو عدم التزام بالاشتراطات الصحية على مدار الساعة ممكن تتحرك لرصد المخالفة وإصدار الإختار واتخاذ الإجراءات اللازمة تواجد مكثف للهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ولزيادة الحزم في تطبيق الاشتراطات تواجدت وزارة الداخلية كلفنا من مجلس الوزراء بالتفتيش على الفنادق في هذا الأسبوع اليوم نحن في جولة على فنادق في محافظة حولي قمنا بجولات تفتيشية للتأكد من الاحترازات والاشتراطات الصحية على عدد ثمان فنادق الحمد لله في نسبة وعي وتعاون جيد من الفنادق أي قبرز الملاحظات أو اللي كنا نشيك عليها ونتأكد منها هي تحقيق التباعد بين الأفراد، توفير المؤقيمات والمطهرات فحص درجات الحرارة ولبس الكمام للأسف الناس اللي الحين ما عندها وعي بلبس الكمام هذا أكثر شي نعاني منه نحن بهالمرحلة نحتاج الوعي ونحتاج التعاون قبل التهاون فهذه دعوة من الفريق التفتيش النسائي نوجهها لجميع المواطنين والمقيمين أنه لازم يكون في تعاون بلبس الكمام وهذا الشي طبعا هو خط الدفاع الأول لحمايتهم من فايروس كوفيد 19 كافة الجهات المعنية في الحد من انتشار مرض كوفيد 19 تعمل على قدم وساق وتبقى المسؤولية الآن على المواطن والمقيم في الحفاظ على نفسه وأسرته عايشة أحمد تلفزيون دولة الكويت